وفي أن يشفق أيضا أكار كل مشروع بمجال الصناعات الدفاعية يرمز إلى قوة تركيا قال وزير الدفاع التركي خلوسي أكار إن كل خطوة تتخذ في مجال الصناعات الدفاعية وكل مشروع يتم تنفيذه يرمز إلى قوة البلاد التي أصبحت لاعبا مهما في السوق الدولية جاء ذلك في خطاب ألقاه الثلاثاء خلال مشاركته في حفل تسليم طائرة A400M طائرة الشحن العسكرية الرابعة إلى قيادة القوات الجوية التركية بعد تحديثها وأوضح أكار أن اتفاقية تحديث الطائرة وقعت في أكتوبر تشرين الأول لعام 2019 وذكر أن تحديث طائرات A400M العسكرية يجري في أربعة مراكز حول العالم فقط وأن مصنع قيصري الثاني لصناعة الطائرات أحد هذه المراكز وأكد أكار أن مصنع قيصري الثاني لصناعة الطائرات اكتسب قدرات إضافية بعد الاتفاق المبرمي مع شركة إيرباس إحدى شركات الطيران العالمية وآرب عن ثقته بأن مصنع قيصري الثاني لصناعة الطائرات سيقوم مستقبلا بتحديث طائرات الدول الشقيقة والدول الصديقة لتركيا وأشهد أكار بتطور الصناعات الدفاعية التركية خلال السنوات الأخيرة مبينا أن نسبة اعتماد تركي على الخارج في توفير احتياجاتها من منتجات هذا القطاع تقلصت إلى حدود 20%